موضوع شخصية درامية بتشتم شخصية درامية ده فين؟ شيكو هشام مجد كان شيكو أحد فيهم بي طول الوقت بيقولك باسم الشخصية اسمه مالت إيه اللي حصل في الكواليس؟ طبع احنا كنا بنموت بالضحك لأنه هو الشخصية اللي أنا بعملها هو راجل أجوف وعاوز يكسب فلوس من أي حتة من الهوى وبيدمرهم يعني بيخصروا بيخصر أنا بخصر وسيم دايما وبقترح اقتراحات كلها فشلة فدايما عشان يسكدني قولي بس بقى يا بس قولي ده انت مالت فانتاشرت حكاية بس قولي المالت دي أحسن معنا كمان إن الكواليس كانت كانت حلوة قوي لأنه أنت كنت ترتاجلوا معظم صحب ترتجالوا للارتجال مش دايما مش دايما طبعا بس يعني في بينكوا حال التفاعل الخاص وسمعنا أنه كمان المالت اللي كنت بتصوروا فيها كان بتبقى فيها حالة يعني مصر الجديدة سمعت أنت وقفتوا مرة الدنيا في مصر الجديدة شارع كامل بسبب محمد سارون لأنه قال لي تعالى هنروحنا غير الهدوم فقال لي ركب معايا قال لي حركب الميكروباس ده فلط في الميكروباس مكان السواق اللي حيوصلنا وركبنا الناس كلها وابتدى يمشي قولوا كيه شلوا كيه شلوا كيه شلوا كيه شلوا كيه خلى شارع في مصر الجديدة كله بتفرج علينا والولاد نطو من على ميكروباس عشان يخشوا بوسوا محمد سارونت ويتصوروا معاك شيكو ده حكاية وهشام وصاروت يعني أنا فاكر له واقع معايا إحنا كنا بتصور في الفيون في يون في مطعم قديني تلج بالموت بقنا ده واقف مش عارفين نتكلم من السقعة فغلت صاروت فإحنا تحكنا أنا ما بتحك ما بيبانش علاقة قولنا أنا بتحك بوضت وشي كده ودارت ضحك فقال الأستاذ معتز قال له صاروت مش معقول بقى عايزين نخلص عايزين نروح بطل ضحك بقى قالوا في ايه مع عم السالم بيضحك هو كمان هو علي ومش عارف يقول عم السالم نسي ليه مش طالع منه واشتغلنا فترة طويلة على حكاية عم السالم أستاذنا أستاذ سامي مغوري الفنان الكبير فعش نشبع منك ولكن بنشكرك قوي قوي على زيارة حلوة للتاسعة وإحنا عارفين أنه هتتسبنا وتطلع على تصوير كمان إن شاء الله استنى أعمال حلوة كمان كثير في العمل القادم ايه؟ العمل القادم الحرير المخملي تأليف الكاتب أمي مع الزيدين وبطولة الفنان الكبير مصطفى فاهمي وأحمد وفيق ومها بعوف وهلا فاخر وزينة وداليا مصطفى دول اللي أنا فاكرهم بلات هش محدش يزعل مني بس دك بعد رمضان أو في الموسم المواز إن شاء الله كل التوفيق لحضرتك نواتنا شكراً مبسوط إن أنا بشوفك إنها ده نبقى لنا كتير فعلاً أه ده إحنا جمعنا الشم صدقني أستاذ سامي عشان خاطر ما تقبلنيش هلو نبعات لك رسائل مع حسين أشكركم جداً 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 شكراً سامي مراهو